اشتركوا في القناة ان هو يرجع علشان يواجه الاختلافات في طرق التفكير ونمط الحياة والعادات بين بلده الاصلي وبلده التاني شارك الفنان ادوارد صورة لي برفقة حماسة اللي كان اخوه في فيلم عسل اسود من 12 سنة شارك الصورة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وكتب عليها وقال عبدالله اللي كان عامل حماسة اخويا الصغير في فيلم عسل اسود اول ظهور لي بعد ما كبر واتضح من خلال الصور تغير كبير جدا في ملامحه بعد ما بقى شاب وانهالت عليه تعليقات وبيفرقوا بين الصورتين عبدالله خطف الانظار بشخصية الطفل الزكي في فيلم عسل اسود اللي مقدمش غيره في التجربة السينمائية الوحيدة في عام 2010 لكن ظهر كمان في اخر 3 اجزاء من مسلسل عائلة وانيس بعد كده اختفى تماما عن الساحة الفنية بس بعض محبيه تتبعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجابه سور لي بعد دخوله مرحلة المراهقة واضاف عبدالله اللي كان عامل حماسة في الفيلم انه بيخطط للرجوع للسينما والتمثيل لانه بيحبه جدا لكن دلوقتي متفرغ لدراسته عوزة عرف منكم هل انتوا تفاجئتوا بالاختلاف بين السورتين وهل تتوقعوا لما يرجع تاني للتمثيل هيكون بنفس ذكاء حماسة اللي كان في عسل اسود وكان بعض التعليقات اندهاش وصدمة منور يا حماسة بجد والله جميل ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله يرجع يمثل تاني واللي قال يا هي الايام بتجري بسرعة قوي كده وفعلا الايام بتجري بسرعة جدا وعشان تعرفوا كل الاخبار اول باول التابعونا على قناتنا وما تنسوش اللايك والشير